السلام عليكم ورحمة الله. حياكم ولا احبائي. اهلا بكم مع احمد صالح بلقاء جديد في صناعة المحتوى عبر برنامج بواربوينت. في لقاء اليوم راح نتعلم كيفية تصميم بروشور دعاي على هيئة المطوية. قبل ما نبدأ بلقاء اليوم تكرما اطلب منكم دات مفتاح اللايك. وترك التعليقات لاي احتياج ضمن هذا البرنامج بتساهم معي. في مقترحات لحتى نحسن بجودة المحتوى. ونجيب على اي استفسار بتقدمونا اياه. وايضا اذا كنت ضيف جديد على قناة تم نتشرف فيك اضغف افتاح الاشتراك. وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. ولا تنسوا زيارتي تكرما على قناة حكاية شغف. لو تكرمتم اطلب منكم الدعم على الحكاية. وهلا مباشرة حتى نبدأ مع بعض بلقاءنا لهذا اليوم. اهلا بكم احبائي مرة تانية في برنامج الباوربوينت. بعد ما قمنا بانشاء شريحة فارغة. راح توجه اول شيء الى قوامة عرض وانفع على المصطرة. راح ننزر فقط على مدرجات المصطرة. راح نشوف على اليمين في عندي سبتعشر درجة. وعلي يسار سبتعشر درجة. سبتعاش وسبتعاش في عندي الاربعة وتلاتين. ازا حبينا نقسمونا على تلتة اقسام. فبستند على الالة الحاسبة على سبيل المسال. ومنقسم تلاتين اربعة وتلاتين. تقسيم تلاتة. بيطلع معي تقريبا اي داعش فاصلة تلاتة. فلهيك راح اتوجه الادراج. ومنختار من الاشكال مستطيل. وبنقر مع السحب لحتى ارسم مستطيل. العرض راح نسوي اي داعش فاصلة تلاتة. اضغط على انتر. هذا هو اي داعش فاصلة تلاتة. تمام? والطول هو على طول الشريحة بالضبط. من اطار الشكل راح نختار بدون اطار. بنقر على المفتاحة كنترول زائد دي لحتى نعمل او تكرار للشكل ومن ثم كنترول زائد دي. وبنشوف انه الاشكال التلاتة من خلالهم تم تعبئة الشريحة. راح انقر باليمين وبتوجه الى تنسيق الشكل. راح اضغط مفتاح الكنترول وبحدد الاشكال التلاتة. انقر باليمين. متوجه الى تنسيق العنصر. وبنختار تعبية متدرجة. راح نختار فقط اللونين. اللون الاول خلني اختاره واللي يكون عندي يا مسلا هذا اللون. واللون التاني نختاره باللون الاسود. راح نختار الاتجاه يمين الى يسار. او راختار مسلا اليسار الى يمين. لحتى يكون الاسود عند ايابي اليسار. الان راح يكون معاي النظام او الايحاء ان هو عبارة عن مطويات متل ما انا شايفين يا اصدقاي بالضبط. الان راح توجه الادراج ومن اشكال راح نختار هذا الشكل. عبارة عن مخطط انسيابي. متل ما انا شايفين بهذا الشكل. خلني اختار استدارة افقية او انعكاس افقي لالهم. ويكون معاي على عرض. الاشكال بالضبط. يعني راح يكون معي. يدعش فاصلة تلاتة. تمام. طيب. الان بتوجه الى تحرير الشكل ومنختار تحرير النقاط من قائمة التنسيق او انك تنكر باليمين على الشكل. وبنختار تحرير النقاط. النقطة يلي هون راح انقر عليها وبختار الساعد هذا الساعد باجي على النقطة. وبنكر مع السحب لحتى نعمل هذا الانحناء. والنقطة المقابي لنفس المبدأ راح نعلي من حناء شوي. لحتى نحصل الان على هذا الشكل بالضبط. راح نختار لالو ايضا بدون اطار للشكل للرسم. والتعبية بنختار تعبية متدرجة. راح يكون عندي اربعة الوان. خلني اختار اللون الاول يكون عندي هذا اللون. اللون التاني بنختار اللون اكشف. التالت بنختار الدرجة الاغمق. والاخيرة بنختار الدرجة الاكتر يعني كسافة لونية من نفس العائلة. تمام يا اصدقائي لحتى نحصل على تدرج ذهبي متل ما انا شايفين بالضبط. بختار منه كنترول زائد دي. يعني تمام تكرار للشكل. وبنختار نفس التنسيق اللوني للمستطيلات. فمن الشريط الرئيسي ننقر على نسخ التنسيق. وما نطبق الان على هذا الشكل. لكن التدرجات صارت عندي بالعكس فقط اني راح اغير ميزان الالوان من يسار الى يسار يمين. تمام يا اصدقائي. وبنسحبها على هذا الشكل بالضبط وراح نقلل الارتفاع. تمام لحتى نحصل الان على هذا التدرج. راح حدد الشكلين مع بعض البعض وبختار كنترول زائد جي. خلنا اسحبها على الجزل اليميني من الشريحة. وبختار كنترول زائد دي. وبنعمل لها من قائمة تنسيق استدارة افقية او انعكاس افقي. ومنطابق الاشكال معنا بهذا الموضع. وايضا كنترول زائد دي. وبنسحبها للاسفل. تمام? ليكونوا عنا مطابقات الان بهذا الشكل. راح انقروا اسحب للاعلم. تمام? لحتى نحن انقلت من الارتفاع ويكون معنا على قدر مساحة الشريحة. ما يكون في عندي اي جزء خارج الشريحة. بكون حصلت الان على التصميم الكادر او تصميم العام للبروشوري اللي نحن قائمين الان على تصميمه. راح ننقر على جزء اليميني او الشكل الاول اللي نحن شايفينه وبتوجه الى تعبئة بصورة. وبننقر على ادراج صور من هذا الملف او صور من جهاز الكمبيوتر او صور عبر الانترنت. وبيكون انت محدد الصورة اللي انت محتاجها وانقر على مفتاح الادراج لحتى نعبئ الصورة. بامكانك من قائمة تنسيق. ومن اختصاص تختار ملأ. وتحدد الجزء اللي انت محتاجه من الصورة. يعني انت اي جزء محتاج تظهره من الصورة فيك تختاره. وليكن على سبيل المسال خلني اختار انا هذا الحيز من الصورة. وبنقر اي نقرة خارجية. لحتى يتم اختطاع الجزء اللي انا محتاجه من الصورة. الان راح نضيف اه نص او العنوان اللي انت محتاج لبروشورك بتضيفه بهذا المكان. خلني اختار نص وليكن عندي اياه. انا مجهز بعض النصوص. لحتى ما او طيل عليكم بهذا اللقاء او بالفيديو. تمام? والان من قائمة تنسيق بنختار لون النص وليكن معاي هذا اللون. وخلني اختار اه بولد. ونكبر او توسيط ونكبر حجم الخط شوي. تمام? كعنوان لبروشور يكون معاي مسلا بهذا المكان. ازا حبيت يكون في عندك وصف فخلني اختار مسلا احنا انا مجهز والله نصوص افتراضية لحتى ما او طيل كتير باللقاء. ومن قائمة تنسيق بنختار ايضا من اللون اختار اللون التاني واللي يكون عندي هذا اللون. بنصغر حجم الخط. وليكن فقط وعبارة عن وصف للعنوان. ويكون معاي مسلا بهذا الشكل. طيب ازا بهذا المكان حابين نضع مسلا او خريطة وما شبه زلك. كمان انا كنت مجهز خريطة. نختار كنترول زائد سين. انت بتضيف الاشكال اللي انت بحتاجها. يعني انا فقط عملي بحاول اني انا اشرح بعض الادوات ضمن البرنامج. من قائمة التنسيق فيني اختار اللون. هذا اللون. بعد ما قمنا بدلاج الخريطة. راح نزغل شوي مساحتها. ازا حبيت اني عملها بعض التأسيرات وليكون نختار ظل. يكون عندي مسلا للاسفل. نقلل شافية. ونزيد المسافة حبة فقط. والضبابية فقط حبة صغيرة. حتى يكون في عندي الظل للخريطة على رسمة البروشور. بهالمكان ازا حبيت تعمل نصوص تفصيلية اكتر. تمام? انا كنت محضر كمان قائمة نصية جاهزة. ومنضيبها في هاد المكان. وليكن معاي النص بهذا الشكل بالضبط. اي شرح اه فرعي بتحب تضيفه انت كمان بهذا المكان. فبتضيف اي نص اضافي يعني كمان ما عندك في اي مشكلة او حبيت تضيف ملاحظة معينة. تمام? خلينا اخد هادا النص مسلا. نحطه بهذا المكان. يعني ازا كان في عندك بعض الملاحظات. بتحب تضيفها بهاد المكان. خلني اختار مسلا يكون عندي بهذا الشكل. اصدقائي راح نتوجه الى ادراج. ومنختار مربع نص. راح نرسم مربع نص هون. طبعا والمشيرة هي بداخل مربع نص الان. برجع بتوجه الى ادراج مرة تانية. ومنختار رمز. في عندي خط هون اسمه خلنا ندور عليه. هذا هو. تمام? راح ندور على اشارات الخاصة بها التنصيص. هدول عندي الاشارات. تمام? هدول الاشارات الاولى اختار ادراج. والتاني ايضا ادراج وبعطي اغلاق مرة تانية. خلنا نكبر حجم الخط مشان يكون الموضوع واضح معنا. وبنختار اللون. تمام? راح اختار كنترول زائد اكس اقص الاولى. تمام? خلني احط الاولى مسلا كنا عندي اياه هون. وبختار لالة لهذا المربع طبعا كنترول زائد دي يعني وبغير المشيرة او بغير الى النمط التاني من الاشارة الملاحزات ونحط التانية عندي اياه مسلا بهذا الموضع. بالان في الجزء الاخير لصفحتنا او البلوشور او للتصميم اللي احنا مشتغلي عليه. هي صفحة التواصل. فخلني اتوجه الى ادراج ومنختار مربع نص ومنكتب. اتصل بنعم. ومنختار توسيط. اختار اللون. ونعمل البلد ونكبر حجم الخط شوي. تمام? ونمضع الان النص بهذا المكان على سبيل المسال. راح اتوجه الى ادراج ومن اشكال اخد الشكل البيضاوي. اضغط مفتاح الشفت. وانكر مع السحب لحتى نرسم الدائرة. تكون معي بمنتصف الشكل. راح اختار للدائرة طبعا بدون اطار. والتعبئة المحتاج يكون تعبئة متدرجة بنفس العائلة اللونية للوان الدهبية اللي اخدناها. فبنقر على اي شكل ملون عن دياب اللون الدهبين. وبنتوجه الى الشريط الرئيسي وبننقر على نسخة التنسيق ومنطبقة على الدائرة. متل ما انا شايفين بالضبط. وبختار منها كنترول زائد دي. نضع الدائرة التاني كن بهذا المكان. وكونترول زائد دي بهذا المكان. الان راح نتوجه. وبنختار الايقونات اللي نحن نكون مجهزينهم. كنترول زائد سي وكنترول زائد في. خلي اتكل الايقونة الاولى عندي اياه هون. وهي دي الايقونة المعبرة عن الموقع كنا هون. وايقونة التواصل عبر الايميل كنا هون. احدد تلات ايقونات. اضغط وفتاح الشيفت وخلنا نزغر اه مساحتهم شوي. لحتى الموضوع يكون مناسب بهذا الشكل بالضبط. الان ازا في عندك ارقام هواتف بيمكانك تضيف ارقام الهواتف بهذا المكان. وليكن على سبيل المسال يكتب اي ارقام عشوائية. تمام? اي ارقام بصراحة اي ارقام عشوائية. للتجيب فقط لغير. تمام? ونختار هذا اللون. وبنعمل بلد وبنختار ظل لالون. تمام. ازا كان في عندك ايضا ايميلات للتواصل او المراسلة. خلني اختار اي ايميل. وليكن على سبيل المسال عندي هذا الايميل. بلسبة لموضوع الموقع. راح نكتب مسلا المدينة. وتضيف عندك الشارع والعنوان والمنطقة الانتفية. يعني وتكتب العنوان بشكل كامل يعني تمام. برسم بتفصيل بهذا المكان. الان ايضا بالاخير سحبي تضيف فقط ملاحظات اخيرة. راح نختار النص نحن هادا متل ما هو. ورح ناخد النص عندي اياه بهاد المكان يا اصدقاي. الان خلني اتوجه الى ادراج ونختار من اشكال. وليكن عندي على سبيل المسال. وبنختار هادا الشكل مسلا. خلني نعمل التفاف لالو بهادا الشكل. تمام? نضع المستطيل بهادا المكان. الان بختار بنفس الادراجات طبعا للا اشكال. نسخة تنسيق ومنطبق عليه تماما. بس حول الاخير. طبعا وراح اختار اللوغو. كون اللوغو عندي اه طولي فراح نختار او اخترنا الشكل بهذا اه بشكل طولي. اخترنا المستطيل. يكون بشكل طولي. حسب الان مساحة اللوغو يلي عندك انت فيك تختار هذا المستطيل. الان من تنسيق الالوان راح نغير اللون. وليكن معي مسلا هذا اللون مناسب جدا لتصميمنا. الان من قائمة ملف راح نتوجع الى حفز باسم انقر على استعراض. وبنحدد مكان ليحفز الملفات ومنسمي الاسم بروشور. ما اللي يكون? اي اي عنوان تلصورة محتاج تحفظها فيه. وبن النوع منختار الجي بي اي جي وانقر على حفز ومنسمى حفز هذه الشريحة فقط. الان نحن نتوجعنا سطح المكتب. وشغلنا الملف راح يكون عندي البروشور بهيدي الجمالية. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء قدمت لحطواتكم الشيء الجميل والنافع. واللائق فيكم تكرما. لا تنسوا لي من التفاعل والدعم. والقاكم على خير. وادمتم برعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة